قبل بقى ما نروح لماتش النهاردة طبعاً أنا ليا كلمة للجماهير اللي أنا واحد منهم لأن جماهير النادي الأهلي بتساند فرقة النادي الأهلي على طول في الحلوة والمرة زي ما بنقول دمالفترة دي فترة صعبة جداً 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 علينا كجماهير وكنادي وكلعيبة وكجهزة فنية لا فترة صعبة جداً فترة صعبة جداً على الفريق وعلى الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد مدير فني برتغالي عنده حلم عنده حلم أنه هو يصنع التاريخ مع النادي الأهلي زي ما صنعه قبل كده مواطنه مستر مانويل جوزيه المدير الفني ده يعني مش عايزين نقوله أنه ما بين يوم وليلة حيبقى فيه تطوير في الأداء أو حيعالج الأخطاء ما بين يوم وليلة لا أكيد بصماته حتيجي بس ما تدرش تقول مثلاً النهاردة مثلاً لو كسبنا لك بصمات المدير الفني بانت لا طبعاً مش الدرجات دي يعني إنما الراجل هياخد وقت شوية حيبان بصماته لأنه هو مدير فني كويس كلنا عندنا ثقة فيه وثقة في اللعيبة الفترة الصعبة اللي هي يعني من أصعب فترات النادي الأهلي اللي بتعدي عليه الفترة اللي إحنا فيها دي هو عنده تحدي كبير عنده مشروع شفنا الراجل إزاي في المؤتمر عارف قيمة النادي الأهلي وعارف قيمة جماهيره ورموزه وجاي عنده أمنياته أحلام هو عايز يبقى جزء من تاريخ النادي بقول لحضراتكم زي ميسر مانوال جوزيه السورة التدريب اللي عمل تاريخ كبير جداً 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 محدش يقدر ينكيره كلنا عارفين قيمته في البطولات اللي هو حققها معظم من المتفاعلين ومعظمنا متفاعلين على فكرة معظمنا متفاعلين شايفين إن ريكاردو سوارش مشروع مدرب جديد في تاريخ النادي الأهلي عايز بس مساندة ودعم المساندة والدعم مش ماتش لأن انت ما تحكمش على الراجل من الماتش وبعدين أصلاً عشان تحكم على الراجل لا لازم تديره فرصة شوية ما تقوليش حتى لو كسبنا النهاردة بس هو الراجل يبان من إيه حيبان طبعاً أكيد النهاردة اللي حطت التشكيل كابتن سامي أمسان يعني دي مش عايزة زكاية ولكن حتبان من إدارة الراجل على الخط حتبان من شخصيته حتبان من تعامله مع اللعيبة حيبان الشخصية حتبان إنما بصاماته يعني ادي له مثلاً خمس ست ماتشات أربع خمس ماتشات ادي له شهر من دلوقتي وبعدين نبتدي نحكم على الراجل مش هنحكم على الراجل تقدر تقول بقى إن بصاماته خلاص في التطوير نبتدي بعد مثلاً شهر نقول خلاص الراجل دا عمل كذا وكذا وكذا إحنا كل اللي إحنا عايزينه الدعم والمساندة للجميع مش الجهاز الفني بس للجميع اللعيبة والإدارة اللي بتحمل جزء كبير جداً جداً من أجل تحقيق أحلام الجماهير اللعيبة محتاجة مساندة وإحنا كجماهير حنساند اللعيبة ومش هنمش وراء الحملات بتاعة المحبطين واللي بيشككوا اللي بيحاول يؤثروا على فريق الفترة الحارجة دي لنا دور إحنا كجمهور لنا دور لنا دور في مساندة اللعيبة دور في مساندة اللعيبة ترجمة نانسي قنقر